السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم ارجعنا ضفنا بعض الامور اللي الها علاقة بمنازل القمر والها علاقة بالوضع الصحي القمر الآن زي ما حكينا في حلقة يوم الامس انه القمر رح يكون اليوم موجود بالدلو وبعدين بده ينتقل لبرج الحوت القمر الآن موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة وحدة وستة وخمسين دقيقة من عصر اليوم لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة من بعد ظهر اليوم او من بعد ظهر يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر طبعا موجود في منزلة المقدم اليوم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة بما أن القمر الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر تقريبا رح يظل موجود في برج الدلو معناته بنظل بنشعر بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو وهذه الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من النعاطفي ووسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا ولكن لأنها مراحل اكتمال القمر فما بنصح في هذا الأمر الآن يمكن اهتمام بمسائل لإلها علاقة أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين بطيئات رح يظهروا على الساحة والثنتين يعني هم زوايا إيجابية رغم تراجع عطارد لأنه هو اللي اللي رح يلعب دور الهام بالفترة القادمة طبعا بالنسبة لأول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية طبعا رح يكون بدايتها اللي هو يوم ثلاثين ثمانية اليوم ورح تستمر لغاية يوم أحد عشر تسعة ذروتها يوم أربعة تسعة ساعة عشرة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج مننشط لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وكما أنه هذا الاتصال بيعزز من احتمالية السفر والاتصالات بيزيد من من لا للعلوم العصرية والأستاذة أو العلوم الدينية برضو بيدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا تحول في هاي الفترة مناسب لاتخاذ قرار على المستوى المالي أو المادي ولكن بدون مغامرات طبعا وبرضو بيعطينا القدرة على القيام بخطوات بتمنحنا ترقي في وظيفة أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري هاي الزاوية طبعا تأثيراتها بتبدأ من اليوم ثلاثين ثمانية وبتستمر ليوم ستعاش تسعة ذروتها يوم ثمانية تسعة ساعة 11 واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف كما أنه هذا الاتصال بيجلب نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكاني أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم من حقق برضو نوع من أنواع التقدم في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 3 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فيفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبرضو بتجعلنا سريعين التأثر وعاندين مغربين الأطوار وممكن نتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي والعواطف لبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن نتعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 3 و 4 دقائق صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 1 و 56 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها من الدلو لبرج الحوت هذا بيعني انه هاي الفترة المذكورة وهي تقريبا رح تكون يعني اغلب ساعات الظهيرة والصباح فترة ضاغطة وفيها خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ملاحظة طبعا جدوى الخلو المسار وسعودة ونحوسة الأيام ووائلما النهاية من معلومات صارت موجودة في صندوق الوصف بالنسبة للقمر الساعة 1 و 56 دقيقة عصرا بنتقل وباستقر في برج الحوت معناته بتبلش من ساعات العصر تلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر شوي بالضياع ما بننجح في التركيز على موضوع معين منذمر نكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور وقتنا للتصوير أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل وهي الزاوية الوحيدة ما بعد الانتقال هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي رح تكون ذروتها ساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منا أن نبذل جهد لأن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقل البعض الشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات العصر وما بعد بصير عن القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم هذولا بصير فيهم بعض الاضطراب هذا اليوم طبعا لأنه مراحل اكتمال القمر فما مننصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية وبالنسبة للأعضاء اللي ذكرناها تحديدا هاي يعني لا أنصح نهائيا للعمليات الجراحية برضو بالنسبة لعمليات التجميل والحقن والجراحة ما بنصح فيها برضو لأنه تأثيرات الزهرة ما زالت الزهرة بتتراجع وأيضا تأثيرات عطارد بتمنع من هذا الموضوع أما بالنسبة للشعر يعني يصلح للأمور اللي إلها علاقة بالقص التجميلي والأمور اللي إلها علاقة بالصبغ أو الحنة أو الأمور هاي رغم أنه أنا الصبغ ما بنصح فيه لأنه كيمياته بأثر بهاي الفترة لأنه مراحل اكتمال القمر فما بنصح فيها أما بالنسبة للقص العلاجي فما بنصح فيهاي الفترة لأنه القمر خلص وصل لمرحلة الاكتمال بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم في تمام ساعة 4 و 3 دقائق عصرا بصير 15 يوم نسبة الإضاءة اليوم يعني في ساعات المساء لو نظرنا للقمر بنشوف أنه وصل لمرحلة 100% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل في نشاط على المستوى الاجتماعي وحلقاتكم بالأصدقاء ومقابلات ولقاءات وحوارات ونقاشات وممكن بعض الأشخاص يكون عندهم مناسبة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ضبط الأعصاب مطلوب لغاية ساعات العصر من سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو ردة فعل ممهن أنك تزعل من بعض الأشخاص أما من ساعات العصر وما بعد فطبعا القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم بتكوا تحاذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وتخلوا علاقاتكم مع المسؤولين جيدة وبرضو هاي فترة بيت السمعة لغاية ساعات العصر فما في داعي للمغامرات أو المجازفات أو مخالفة القوانين فإذا غضبت بدك تحفظ خط الرجعة حاول إنك ما تغضب وتسيطر على إنفعالاتك وما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتلتقوا الأصدقاء ممكن إنه يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء معين ولكن بتكوا تحاذروا من الدخول في مناقشات أو جتال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسواء برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر رح يظل موجود في البيت التاسع لغاية ساعات العصر يعني بظل في نشاط والاتصالات والحوارات واللقاءات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر أو عرض معين ودرسه بشكل جيد ولكن لا تتخذ أي قرار حاسم أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر رح يوصل لبيت السمعة فبتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل يبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكوا تحذروا من الاندفاع أو التهور أثناء حركتكم أو أثناء كلامكم وما تشوهوا سمعتكم بأي تصرف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر القمر ما زال موجود في البيت الثامن معناته التركيز رح يكون على الأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي فيه معك شريك فيها اللي هو بنك، طريبة، تأمين، زوج، ميراث أشياء من هذا القبيل فعشان هيك بتكتم تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أو مغامرات مالية وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء السفر وتتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم وبرضو عدم التسرع أثناء قيادة السيارة والتنقلات اللي عنده امتحان أو مقابلة بدهوا يركز بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم وبالضل القمر لأنه موجود مقابلكم يعني جيد للمصالحات والتقارب والتلاطف ما بينك وبين الأحبة أما من ساعات العصر راح تختلف الأجواء بشكل إيجابي ولكن حاولوا من الآن ولغاية ساعات العصر تضبطوا أعصابكم ما تدخلوا في أي جدال أي تصرف ممكن أنه يستفزك اليوم فضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات العصر فهنا بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في عمل ما ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل أو إيشي له علاقة بالأمور العائلية ولكن الأهم الأمور المالية لمغامرات ولا مجازفات صحيح أنه فيه فرص إيجابية ولكن الحذر مطلوب برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً بتكون تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل فحاول أنك ما تبدأ بعمل جديد خصوصاً في فترة قلو المسار حاول تنجز أعمالك حتى لو إنها كانت كثير عليك ركز على الأعمال المهمة وتممها وإنجزها وما ترهق نفسك بعض موليد برج العذرة ممكن يهتموا ببعض الشؤون الصحية كمراجعات طبية أو أدوية أو يشعروا ببعض التعب الصحي طبعاً لأن القمر بيقترب يعني هو في البيت السادس ويصير مقابلكم تماماً بعد العصر فبعد العصر ترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تحذروا من النزاعات أو سوء تفاهم بيكون مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل فضبط العصاب مطلوب وأي نزاع أو خلاف راح تكون أنت الخاسر الأكبر فيه وحاول زي ما حكينا برضو تهتم لطاقتك وصحتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل العاطفة قوية لديكم وبتميلوا للتقارب مع أحبائكم والتجاوب معهم الأجواء جيدة برضو لممارسة هواية ولكن ما تبالغوا في حضوظكم ممكن اليوم تخون بعمل العلاقة بالمجال الفني أو التجميلي يعني كتسريحة نوع من أنواع تنظيف البشرة الاهتمام باللباس بالهندام أو حتى بالترفيه أو ممارسة هواية أو التقارب بشكل عاطفي مع الأحبة أو مع أحد الأبناء ولكن بدون عصبية أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بدون يصير يعني في البيت السادس فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر حاولوا إنه إذا شعرتوا بأي شيء غير اعتيادي إنه يأخذوا راحة وإذا اضطروا الأمر إنكوا تراجعوا الطبيب منكوا رح يهتم ببعض العلاجات أما بالنسبة لأمور العمل فحاولوا تنجزوا عملكم لأنه رح تتراكم عندكم ويحذروا من الأخطاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدكوا تتجنب ويدخال أي تغيير جذري على مسكنكم اليوم رح يكون بغاية ساعات العصر لإهتمام بمسائل الهلاقة بالبيت والعائلة ممكن شوي يكون في بعض الأعطال أو بعض القلق لوضع عائلي معين أو ارتباك من زيارات أو مناسبات أو أعطال منزلية ولكن الأهم أنك تحذر من المشاكل والعصبية وردات الفعل أما من ساعات العصر وما بعد هنا الطاقة بتصير عالية جدا فهنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم مع أبنائكم مع أحد الوالدين ولكن بظل في نوع من أنواع العنف والعصبية عندك خاصة مع الحبيب أو مع الأولاد فعشان هيك عليك الحذر وما تبالغ بحضوضك ورغم أن الأجواء فيها كثير من الأشياء الإيجابية ولكن بعصبيتك ممكن تعطل كل شيء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رح يظل في نشاط والتنقلات والاتصالات والحوارات وأيضا رغبة قوية للتقرب من الأحبة جيدة للإقناع للتسويق للامتحانات للتنقلات ولكن ممكن بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية يعني تكدر صفوك شوي أو الذائقة كشوي انتبه أثناء قيادة السيارة وأثناء النقاشات من العصبية فاللي واللي عنده أمتحان بده يركز بشكل جيد أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية ممكن تهتموا لبعض المسائل العائلية ولكن احذروا من افتعال أو أنه تفقد السيطرة على عصابك ويصير فيه خلاف بالمنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي في نوع من أنواع التقلبات لأنه فيه أمر معين هو اللي أرقك فعشان هيك أي شي ممكن يستفزك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بظهر القمر موجود في بيت المال لغاية الساعة ساعات العصر فعشان هيك ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن زي ما حكينا بتكثر عندكم المصاريف وانتبهوا من المصابين والمحتالين ومن النزوات بالتسوق يعني بدك تحاذر على الأمور المالية أو من الأمور المالية أو الالتزامات المالية أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات والرغبة بالتقرب منه الأحبة أو التعامل مع الأخوي أو مع أحد الأخوي أو مع أحد الجيران ولكن بتكونوا عدوانيون وممكن هذا شيء بسبب مزاجك أو خلاف أو سوء تفاهم عليك الحذر أثناء التنقلات واقية السيارة وانتبه على أجهزتك الإلكترونية أيضا برج جدلو بالنسبة لموليد برج جدلو طبعا بيظل في عندكم نشاط عالي جدا ورغبة للتقرب من الأحبة شوي في بعض الحضوض بتدعمكم ولكن ما تبالغوا فيها ما تبادروا برضو بعمل جديد لأنه في فترة دخلوا مسار طويلة ولكن ممكن تتمهم الأعمال اللي بدأتوا فيها من قبل وبالنسبة للحوارات والنقاشات الأجواء جيدة جدا دعمة بشكل قوي وممكن شوي تهتم لبعض الأحبة أما من ساعات العصر وما بعد وانا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه تعانوا أو يعاني البعض من موليد برج جدلو من بعض المشاكل أو نزاعات مع رفيقهم أو رئيسهم في العمل أو الزوج كلها يعني الأسباب كلها بتعود للأمور المالية فعلا شان هيك بدك تنتبه على أموالك وتنتبه برضو وتتجنب التبذير برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا القمر رح يظل مسيطر عليكم بنوع من أنواع التعب والإرهاق لأنه إلى غاية ساعات العصر ولسه بيكون موجود في بيت المتاعب وخلوه مسار فعشان هيك انتبهوا لصحتكم وانتبهوا لإنفعالاتكم وتقلبات مزهجكم وما تخلوا الاكتئاب يسيطر عليكم اعملوا بشكل روتيني ولكن ما تبادروا بأي عمل جديد أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بوصل لعندكم فتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن ما زالت الطاقة لأنه تراجع عطار اللي موجود مقابلك تماما وأيضا الزهرة اللي تتراجع في بيتك السادس شوي ممكن تخلي في نوع من أنواع المزاجية عندك أو تخلي مزاجك سيء أو بتكونوا قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم فضبط العصاب هالساعات بشكل جيد للتقارب مع الأحبة وشحن الطاقة الإيجابية لأنفسكم هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر